خطر الإخوان أكبر من داعش والقاعدة الإرهابية هكذا كانت التحذيرات في ألمانيا والتي تعد أحدة من أكثر دول العالم التي تشهد نشاطا لتنظيم الإخوان الإرهابي منذ الخمسينيات الأمر الذي أدى إلى خضوع تنظيم ومنظمات لمراقبة الأجهزة الأمنية الألمانية طوال هذه السنوات ففي تقرير لجهاز المخابرات الداخلية في ولاية بادن جنوب ألمانيا تم رصد نشاط المنظمات والجمعيات التابعة للإخوان في البلاد ومن بينها منظمات مصنفة أمنيا كمعادية للدستور الألماني وبالتالي المجتمع التقرير كشف نقل مقر فرع إخوان ألمانيا في مدينة كولونيا غربا إلى العاصمة الألمانية برلين منذ عام 2019 تحت قيادة خالد سويد تحت مسمى جديد وهو الجمعية الإسلامية الألمانية واتخذت الجمعية مقرا لها في حي فيدينج وسط برلين وهو ذات الحي الذي يتواجد به أيضا مقر المركز الثقافي للحوار والتأهيل والمعروف أمنيا في برلين أنه يخضع لإشراف موظفين من أصل فلسطيني منتمين فكريا لحرقة حماس وليس ما ذكره التقرير الاستخباراتي الألماني بجديد عن التحرقات المجبوهة لتنظيم الإخوان في أوروبا وخاصة ألمانيا حيث توجد بها العديد من المنظمات التي تعمل تحت غطاء التنظيم الإرهابي مثل الجماعة الإسلامية في ألمانيا والتي تم تأسيسها عام 1958 من أجل خدمة قدام محارب الحرب العالمية الثانية من المسلمين فضلا عن المجلس الإسلامي في برلين والذي يديره خضر عبد المعطي المنصق العام للمجلس الأوروبي للآئمة والوعاظ في أوروبا ويعد من أبرز قيادات الإخوان في التنظيم الدولي كذلك هناك منتدى الشباب المسلم الأوروبي والمركز الإسلامي في ميونيخ الذي يعتبر التنظيم المركزي لجماعة الإخوان في ألمانيا ويقدر التقرير الاستخباراتي الألماني عدد الإخوان في ألمانيا بألف وأربعين شخصا ينتشرون في عدة ولايات بالبلاد معددا مخاطره على ألمانيا بأن فكر التنظيم الإرهابي يستهدف إنشاء شبكة من المؤسسات الاجتماعية والتعليمية التي تعمل كبديل لمؤسسات الدولة كما يلفط التقرير إلى أن الإخوان رأوا في العنف وسيلة مشروعة لمحاربة معارض رؤيتهم واستخدم جهازا عسكريا سريا منذ الأربعينيات لتنفيذ أهدافه بالقوة